اهلا بكم مشاهدين الى هنا سوريا على طاولة الرئيس الامريكي دونالد ترامب وضعت ثلاث خطط لتحرير الرقة عاصمة البغداد في سوريا تختلف العناصر المشاركة وتجتمع عند الهدف ذاته اولها تركي بمشاركة درع الفرات وثانيها روسي بمشاركة ميليشيات اجنبية وقوات النظام وثالثها كردي بقيادة ميليشيات قصد جميع تلك الخطط ترقها البرية وعيرة وتصدم بعضها ببعض اما تنسك فيما بينها فهو صعب المنال حتى الان التركي همه الاول ابعاد وحدات الحماية عن واجهة اي تحرك مقبل والاخير لا يزال محل ثقة الامريكي اما الروس او الروسي فيريد ادخال النظام عبر تدمر ودير الزور للوصول الى الرقة قوات متعددة تتجهز وتتدرب خط مسيرها لم يحدد بعد تنتظر تفهمات اقليمية ودولية متناقضة ومتداخلة ولا خيار مرجحا فيها حتى اللحظة فالى من سيعطى الضوء الاخضر ومن ستفرم القواته عن التقدم هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الاول من هنا سوريا وفي المحور الثاني سيناريو الهدن المخروقة يعود الى العاصمة دمشق وابواب معركة تطبخ على نار هدئة مسرحها القابول وبرزة فان ستضعف الى حزام دمشق المرسوم من قبل النظام ودعمه اهلا بقوة اشتركوا في القناة تدرس ادارة رئيس دونالد ترامب ثلاثة عروض تلقتها من حلفائها وخصومها لطرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة احدها يتضمن تواغل الجيش التركي دعما للجيش السوري الحر من محورين او ثلاثة في حين جاء الثاني من موسكو بدعم قوة النظام وحلفائها من محوري تدمر وجنوب شرقي الباب لكن الجيش الامريكي لا يزال يدعم عرضا ثالثا من ميليشيات قصد التي بدأت قبل ايام المرحلة الثالثة من عزل الرقة في السابع عشر من كانون الثاني اي قبل ثلاثة ايام على تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الامريكية سلم مستشار الامن القومي في ادارة اوباما خطة متكاملة لطرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة فبدلا من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة رأى فريق ترامب لشؤون الامن القومي انها قاصرة وتدريجية وتتحاشى الاقدام على مخاطرات بحيث ان فشلها يكاد يكون مؤكدا وقرر رميها في سلة المهملات الامر الذي دفع بحلفاء وخصوم ادارة ترامب الى تقديم ثلاثة عروض لطرد التنظيم من الرقة معقله الرئيسي شرق سوريا اولها من تركيا يتضمن تواغل جيشها دعما لفصائل الجيش الحر من محورين او ثلاثة في حين جاء الثاني من موسكو ويقترح دعم تمدد قوات نظام الاسد والميليشيات الاجنبية المرافقة لها من محوري تدمر وجنوب شرقي للباب فيما لا يزال الجيش الامريكي يدعم عرضا ثالثا مقدما من ميليشيات قصد او ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عامودها الفقري بالحديث هنا عن العرض التركي الذي قدم خلال زيارة مدير وكالة الاستخبارات الامريكية سي اي اي بمايك بومبيو وبحث تفصيلا في قاعدة انجرليك بين رئيس هيئة الاركان التركية خلوصي اكار وانظيره الامريكي جوزيف دانفورد صحيفة حريات التركية قالت ان انقرة تفضل خطة عمل تدخل بمقتضاها قوات تركية وامريكية خاصة ومقاتلون من الجيش السوري الحر عبر مدينة تل ابيض الحدودية التي تسيطر عليها الوحدات الكردية قبل التوجه نحو الرقة قوام هذه القوات ما بين تسعة وعشرة الاف جندي يشكل اغلبها مقاتلون يتلقون التدريب حاليا في معسكرين داخل تركيا واشارت الصحيفة الى ان الخطة البديلة والاقل ترجيحا هي عبر مدينة الباب رافضة اي مشاركة للوحدات الكردية في هذه المراحل وتقابل هذه الخطة بتحفظ الروسي واعتراض كل من نظام الاسد وطهران الذين قدما عبر موسكو عرضا ثالثا عن طريق تقديم دعم لقوات النظام وميليشياتها بالانتقال من جنوب شرقي الباب ومن تدمر بخطاء جوي روسي الى معقل التنظيم اضافة الى تقدم هذه القوات من دير الزور بعد السيطرة عليها لكن ما يعيق هذا الخيار هو موقف ادارة ترامب من التعاون مع روسيا في الحرب على الارهاب الادارة تلك تدرس حاليا خيارين احدهما التنسيق بين هذه العروض الثلاث التي وصفت بالمتناقضة والمتداخلة والاخر ادارة عملية معقدة من المعارك البرية والغارات الجوية للتحالف الدولي وروسيا الامر الذي يتطلب تفاهما بين ترامب وبوتين وهذا ربما من الصعب تحقيقه لما نشاهده من اختلاف في وجهات النظر بين الرئيسين في قضايا ما يعرف بالحرب على الارهاب ارحب بضيوفي لهذا المحور جو ماكرون البحث في المركز العربي من واشنطن فوزي ذاكر اوغلو خبير بالشأن التركي من اسطنبول وعبد الناصر العيد خبير عسكري وستراتيجي من باريس اهلا بكم جميعا معي الى هنا سوريا وابدأ معك سيد جو مسل خير سيد جو يعني دعنا نبدأ معك بهذه العروض والخطط المقدمة الى ترامب سواء كانت تركيا او روسيا او حتى عرض البنتاكون القديم الذي يدور حول الاستمرار بدعم وحدات الحماية هل هناك مؤشرات تدل على توجه معين للادارة الامريكية لاختيار عرض من هذه العروض يعني حتى الان لا يوجد تغيير كبير حتى ادارة ترامب لم تعدل كثيرا في خطة ادارة اوباما كان هناك بعض التعديلات التي لكنت بشكل عام حافصت على نفس المصار بهذه الأمور اللافت الان ان الجميع يتطوع لمحاربة داعش فجأة اصبح هناك هذا الطلاق الاقليمي بعد التطورات الأخيرة فبالتالي لا اعتقد ان الطرح الروسي هو يعني يفكر فيه جديا الطرف الامريكي السؤال هو يبقى كما هو كيفية توازن الدور الكردي والدور التركي في شمال سوريا واضح ان هناك تسليم حتى روسي ان امريكا هي ستحدد ملامح معركة الرقة والموصل فبالتالي لا يوجد اعتقد نقاش في هذا الامر النقاش هو كيف يتم توازن الموضوع يعني التحدي الكبير هو ان يحاول الطرف الامريكي ان يوازن هذين الطرفين وإلا سندخل في مواجهة محتومة بعد اسابيع يعني لابد الغموض الامريكي يجب ان ينتهي في هذا الصياق اعتقد هناك امتعاط تلك منه هناك عدم موضوع من الجانب الروسي هناك انتظار كردي فبالتالي لابد من توضيح الرؤية نعم ولكن هذا سيد جو النقطة الأخيرة القلق الامريكي نعم اكمل نقطتك الأخيرة لا النقطة الأخيرة المشكلة ان هناك الان توتر تركي ايراني هناك ايضا برودة روسية تركية قد لا تساعد تركيا في هذا المجال فبالتالي الخيار الاكثر امنا لامريكا لا يزال اعتقد مع الموضوع الكردي لتفادي التعقيدات الاكليمية نعم لان القلق الامريكي كما سمعته من بعض المسؤولين ان لا تتمكن التركية من فعلا خوض معركة الرقا كما حصر بالباب التأخير لمائة يوم لدخولها القلق ان هذا الامر يمتد ايضا الى معركة الرقا ويطولها فبالتالي هناك ارتياح اكثر العمل حتى الان مع الاطراف الكردية هذا ما كنت اريد ان اسألك عنه سيد جو ان الاحتمال الاقرب هو دعم الاكراد وسوف انتقل الى ضيفي فوزي ذاكر اوغلو مساء الخير سيد فوزي هل تتوقع ان يذهب هذا الخيار الامريكي للاستمرار في تزويد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية كما سبق وتحدث ضيفي سيد جو مع كرون يعني استغلال وجود خبراء لها يعملون معهم ومطارات انشئت في مناطق سيطرتهم وترك الروس يخضون معارك جانبية في تدمر ودير الزور الى جانب قوات النظام على الارض يعني هل هذا الاحتمال وارد؟ مساء الخير اولا هذه الاحتمالات الثلاث واردة كما ذكرت في بداية التقرير لكن بالنسبة لتركيا تركيا لا تفضل ابدا ان يكون هناك اعتماد او علاقة مباشرة ما بين امريكا وقوات سوريا الديمقراطية التي مكونها الرئيسي هو وحدات حماية الشعب الكردية تركيا تريد ان يكون هناك تقدم للجيش الحر المدعوم من قبل القوات العسكرية التركية كما رأينا في درع الفرات حتى الان صحيح بان تركيا دخلت دعما للجيش الحر في درع الفرات لكنها بالحقيقة لم تدخل لوحدها يعني ان القوات المقاتلة الاولى التي تقاتل هناك هي قوات الجيش الحر وهي قوات محلية وهذا ما يجعل النظرية التركية نظرية اصح يعني هي تقول بان يجب على السوريين انفسهم ان يحرروا بالنسبة لوجهة النظر الامريكية كما ذكر ضيفي سيد جوم ماكرون يعني ما زالت واشنطن مترددة من هذا الاحتمال او الدعم يعني كما نرى الان ما يحدث في معركة الباب صحيح معركة الباب الحقيقة هناك بالحقيقة موضوعين هامين في موضوع معركة الباب تركيا دخلت الى شمال سوريا بموافقة روسية او باتفاق روسي وليس بموافقة امريكية ولهذا نرى بان هناك ليس هناك دعم من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية لهذه المعركة يعني لعملية درع الفرات نرى بان التغطية او الغطاء الجوي للتحالف ليس كبيرا بل هناك بالحقيقة يعني تناقض ما بين ما يذكره الولايات المتحدة الامريكية من انها تريد ان تقاتل او ان تضحط يعني القوات داعش وبعدم دعمها لدرع الفرات لكن بالنسبة اذا كان هناك لتحرير او معركة تحرير الباب يجب ان يكون هناك دعم كبير من قوات التحالف الجوية وهو ما سيساعد تركيا في تحرير الرقة هذه اولا ثانيا سيكون هناك زج بقوات خاصة تركية وهناك قوات برية ستدخل هناك عبر تل ابيض الى الرقة اذا سيكون هناك بالحقيقة يعني دعم كبير من الجيش التركي لقوات الجيش الحر التي ستحرر سنعود ونناقش هذه الخطة التركية معك بالتفصيل ولكن دعني اذهب الى ضيف عبد الناصر العيد مساء الخير سيد عبد الناصر حضرتك كسوري متابع لهذه التصريحات والخطط المقدمة ومتابع لتطورات الميدانية في مدينة الباب والمعارك الدائرة في ارياف الرقة يعني هل ترى هذه الخطط المقدمة للإدارة الامريكية يعني واقعية يعني بالتأكيد ليست كما ذكر ضيوفك ليست يعني واقعية تماما فيها جانب رغبوي او مصلحي يخص كل طرف يقدمه هذه مشكلة الصراع ضد داعش بسوريا أن الجميع يتخذها شعارا ليبحث عن مصالحه أو مصالح أخرى تماما لا تمثل الحرب بصلاة وهناك أطراف عديدة تناقضها بين بعضها تصارعها يعني يلغي مشاريع الآخرين وبالتالي يوقف المعركة كافة هذه المشاريع الثلاثة المقدمة هناك يعني في ثلاثة أطراف مقدمينها أي طرف ممكن يعني يرسع عليه المزاد الطرفين الآخرين سيعرقلان تنفيذه هذه العرقة لا تصب ويجيد يعني داعش استثمار هذه التناقضات ويعرف يعني مباشرة عندما يكون بصدد أي عملية يعرف كيف يناور ليستفيد منها استفادة قصوة وبالتالي كل هذه المشاريع بالنهاية لن يكتب لها النجاح الموضوع الروسي سلفا لأنه موجود لإيران راح تكون هي القوى الرئيسية وإدارة ترامب أحد مبادئها السياسية بالشرق الأوسط أنه ما تنهي عملية التعاون مع إيران بخصوص الحرب ضد داعش لأنه هي عامل لتغذية الصراع وليس لتغذية داعش وليس القضاء عليه بالنسبة للموضوع التركي سيصطدم بالعقبة الكردية بالنسبة للموضوع الكردية أيضا سيصطدم بالعقبة الترك والنظام أيضا لذلك المسألة تبدو صعبة القبول بهذا الشكل ولن تنجح وأيضا فكرة أنه تقوم الإدارة الأمريكية بدور المقاول الذي يدير عدة متعهدين من الداخل ليقوموا بهذه المعركة وهي فكرة طرحت أيضا أنه لماذا لا تقوم بتنسيق بين أطراف الثلاثة بحيث يتقاسمون الرقعة ويسيطر كل منهم على جزء ويتدار أيضا هذه الفرضية ليست منطقية واقعية سيد عبد الناصر هذا الاجتماع الذي دار بين وزراء الدفاع في أنجليك بين الأطراف التركية والأمريكية برأيك لم يعطوا ضوءا أخضر للأتراك؟ حسب المعطيات المتوفرة لدينا حتى الآن الأمريكان بصدد الاستطلاع ولم يأخذوا قرارات بعد عندما أرسل رئيس المخابرات وعندما اتصل ترامب بأردوغان وعندما أرسل الوفد الاجتماع بأنجليك هو عملية اطلاع على المقترحات والمعطيات لا زالت الإدارة الأمريكية وفريق ترامب يدرس المعطيات اتخاذ القرار الصحيح من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن هذه العروض المقدمة للإدارة الأمريكية لكن لم نسمع عرض الإدارة ذاتها ربما يكون ترامب وإدارته أكثر أكثر داما من هذه المشاريع بكثير وربما يتولون الأمر ولو جزئيا ويضعوه على عاتقهم لإنهاء كل هذه الخلافات وبتصور على ما فيه قوة حاليا بالعالم ممكن تنهي حالة تناقض مصالح بين الأطراف الثانوية بسوريا وتطيرها على المشهد العام غير الإدارة الأمريكية يعني لا للروس قادرين يفرضون نفسهم ولا الأتراك ولا الأكرار بطبيعة الحال بالتالي يعني راح تستمر المعركة ما فيه إلا يعني خطة أمريكية وعمل أمريكي يعني فيه إقدام شديد فيه نوع من المجازفة أو المغامرة وهذا مو مستبعد على إدارة ترامب لم نسمع يعني حتى الآن ماذا تريد أن تقول نعم سيد جو ألا ترى أن قيم واشنطن بدراسة هذه الخطط المقدمة يعني حاجتها لإيجاد نوع من التنسيق بين الأتراك والروس والأكرار في أنه واحد وهو أمر معقد بطبيعة الحال ولكن هل ترى أن تفاهما معينا بين رئيس التركي ونظيره الروسي عفوا بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي من الممكن أن يحل هذه المعضلة ولو على نصق بطيء يعني مجرد تسريب الخطة التركية لصحافة التركية أعتقد أنها مؤشر رسالة تركية أن لا شيء حصل ويحاولون طرح الموضوع في العلن لمزيد من الضغط على الطرف الأمريكي أيضا تصريحات التي خرجت من المسؤولين الأتراك في الأيام الماضية مؤشر ثاني أن هناك فعلا غموض ثابت في هذا الأمر وامتعاد تركي وتحزير تركي من عدم الاستمرار في دعم الفصائل الكردية يعني واضح أن بشكل عام منذ أكثر من عقد من الزمن علاقات التركية الأمريكية معقدة إلى حد كبير هناك مصالح متناقضة هناك مصالح متقاطعة في أماكن أخرى فبالتالي هذا الأمر يبدو أنه مستمر يعني مجرد إرسال بومبيو كان محاولة لإدارة الأزمة تطمين الأتراك لحد ما ربما شراء الوقت إلى حد المالي لأن العملية تتقدم معركة الفصائل الكردية بدأت بنوفمبر المرحلة الثانية الأولى دخلنا في المرحلة الثانية يعني حضر دكتور استبعد أي تنسيق روسي أمريكي والدعم الأمريكي مستمر حول هذه المعركة؟ هناك تنسيق سيكون هناك تنسيق طبعا المشكلة الآن هناك برودة تركية روسية بعد الحادث الأخير الذي حصل هناك أيضا تصعيد تركيا على إيران بمعنى محاولة أيضا استدراج أمريكا معها في هذا الموضوع لتطمين الأمريكيين أنها ليست في تحالف مع إيران لكن الموضوع أنه لا يمكن أن تعطي ما تريده تركيا من ترامب أو من واشطن بشكل عام لا يمكن أن تعطيها إياها يعني المطالب لا تزال هي ذاتها موضوع قولين وموضوع وقف دعم الأكراد حتى الآن لا يوجد إجماع في واشطن أن يجب التنازل في هذين الملفين نعم نحن الآن في شهر عسل بين ترامب والحكومة التركية لكن لا أدري إلى أي مدى سيستمر ربما في الأسبوع المقبلة سنبدأ نسمع انتقاضات تركية مبطنة لأن المشكلة التحدي الأمريكي أن يجد طريقة أن يجمع بين دعم الأكراد وتطمين الدور التركية في شمال سوريا الموضوع حساس وهذا الخطأ الكبير أننا نستمر في معركة داعش بغض النظر عن إطار الإقليمي وبغض النظر عن الصراع الداخلي في سوريا هذه الإدارة تستمر في هذا السياق ما يعقد الموضوع يعني معركة تركية تجمد المفاوضات السورية الداخلية أو الحل السوري الداخلي حتى أشعر آخر نعم وربما هناك أطراف أخرى ينسق لتدخل إلى هذه المعركة سيد جو لكن دعني أذهب إلى ضيفي سيد فوزي يعني كما قال ضيفي أن التصريحات صدرت من بن علي يلدرم وخاصة بعد عودته من ألمانيا قال بأنه سيكون هناك وجود عسكري تركي وأمريكي في معركة الرقة ولكن كدعم تقني وأشار أيضا إلى احتمالية وجود دعم ألماني وبريطاني لهذه المعركة يعني هل تذهب مع إمكانية حدوث ذلك؟ تركيا تفضل أن يكون هناك تحرير الرقة أن يكون بأيدي السوريين أنفسهم من قبل الجيش الحر الذي تريد تركيا أن تدعمه في هذه المعركة لكن ليس من الشرط أن تكون تركيا هي الداعم الوحيد تركيا لديها امتعاض من دعم قوات الكردية في شمال سوريا تريد أن لا يكون لها دور أكبر مما يكون لها أو يحق لها أن تقوم به تركيا تريد أن لا يكون هناك تعدي من قبل القوات الكردية وقوات البيا دي وغيرها من القوات الكردية على مناطق العرب السنة هذا هو بالحقيقة الشرط تركيا تركيا ليست بالحقيقة لا تريد أن تدخل بجيشها في سوريا لإحتلال مناطق في سوريا أو لاختطاع مناطق من سوريا كما نعلم في تركيا كانت ومنذ على الأقل ثلاثة سنوات تريد أن يكون هناك منطقة آمنة في شمال سوريا يعني يلتج إليها السوريون من قصف النظام وهي الآن بالحقيقة قامت بهذا باتفاق تركي روسي وليس باتفاق تركي غربي أو تركي أمريكي بالنسبة هناك تلميحات بالحقيقة من أن هناك أهداف تركية من تواجد عسكري تركي في داخل سوريا قام الكثير من المسؤولين الأتراك بنفي هذه المعلومات وقالوا بأنهم ليس لديهم أي طمع في أي شبر من بلاد أخرى لكنهم يحاولوا أن تكون هناك بالحقيقة حراسة أو بالأحرى إبعاد للمنظمات الإرهابية عن الحدود التركية بالنسبة لتواجد أو بالحقيقة ممكن أن يكون هناك حل آخر بالحقيقة تركية لا تنفيه بالعكس هي تريده أن يكون هناك تواجد قوات أمريكية برية على الأرض وهي تقوم بتحرير الرقة بمساعدة فنية ولوجستية من تركيا أمريكا لن تستطيع أن تقوم بهذا العمل إلا بتواجد أو الأحرار بمساعدة كبيرة من تركيا الحديث عنه في قاعدة أنجرلك التركية ولكن سيد فوزي دعنا نذهب أكثر ونتحدث عن عرض تركيا لهتين الخطتين التي تمت مناقشتها بين قائد الجيش التركي ونظيره الأمريكي يعني للوصول إلى الرقة سيكون إما عن طريق تل أبيض أو عن طريق الباب وهذا من الناحية العسكرية ولكن هل ترى أن تركيا جادة في هذا الطرح أم أنها ورقة ضغط تتعامل معها حاليا يعني لنكون صريحين هناك الخطة التركية التي مقدمة لولايات المتحدة الأمريكية تم تقديمها منذ أكثر من 15 يوما إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا وجاء من بعدها رئيس الأحراب الأول رئيس المخابرات الأمريكية CIA إلى تركيا وزارها ومن ثم تمت مناقشت هذه الخطة وخطة أخرى متعلقة بمحاربة داعش ومن ثم زار رئيس الأركان الأمريكي تركيا وتمت مناقشت هذه الخطة مرة أخرى تركيا لا ترى جدية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة داعش ترى أن الهدف من بدء بمعركة الرقة هو مساعدة لقوات ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية وليس الهدف أنه تحرير الرقة أي أنه هناك هدف مخفي من معركة تحرير الرقة ولهذا قامت بتقديم خطة بديلة حتى تأخذ هذه الحجة من الولايات المتحدة الأمريكية تركيا بالحقيقة لا تهمها يعني لينا كل واضحين لا تهمها تحرير الرقة من داعش بأيدي قوات سوريا الديمقراطية لا تهمها محاربة تنظيم داعش لكن ليس استبدال منظمة إرهابية تنظيم داعش بمنظمة إرهابية أخرى وهي الديمقراطية هذا ما قال به يلدرم أيضا سأنتقل إلى ضيف عبد الناصر العايد يعني مشهد اليوم سيد عبد الناصر يقول أن القضاء على تنظيم الدولة في أقوى معقله لن يكون حدثا عابرا وسيرسم الأقوياء خطوطه وتفاصيله من برأيك سيكون الرابح في هذه المعركة؟ هل يمكننا اليوم أن نقول أن إيران هي أبرز المتضررين بعد سحب الذرائع منها وتهميشها؟ خصوصا ونحن نرى حالة العداء اليوم بين إدارة ترامب وحكومة طهران ليست هناك معالم من هو سيكون الرابح وهل سيكون هناك رابح أصلا يعني دارت المعركة بهذه الطريقة تنبيع أن أيام التنظيم أيام عيش طويلة ولن تنتهي بسهولة باعتقادي أن المشروع الأصح والأكثر اتجاه الأكثر دقة لم يفكر به أحد ولم ينظر إليه اتجاه الأكثر دقة هو السكان المحليين دائما هذه التنظيمات هذا النوع من التنظيمات لا يمكن محاربته وإزالته جذريا إلا بالعدو الحيوي وهذا متفق عليه بين كل الإدارات والجسد الاستخبارات ومراكز الأبحاث أقرت أنه بدون العدو الحيوي لا يمكن استأصال هذه الظاهرة العدو الحيوي هنا هو سكان المناطق العربية السنية التي يسيطر عليها التنظيم والتي هي منطقة قبلية عددها حوالي ثلاثة مليون نسمة عدد سكانها لم يذكرهم أحد ولم يلتفت إليهم أحد ولم يحاول أحد أن ينظر في هذا الاحتمال لأنه لا يصب في مصلحة أي منهم ولا يخدم أجندات أي منهم الاتجاه الصحيح بالنسبة للدار الأميليكي أعتقد هو أنه تنشئ قوة من السكان المحليين من أبناء دير الزور والرقة والحسكة وتدعمها كما تدعم تنظيم قسل أو قوات سوريا الديمقراطية يعني ما المانع أنه تنشئ قوة من هذا النوع وتدخل فيها المعركة على هذا الأساس وبالتالي تتحاشى كل هذه الصراعات الإقليمية وكل هذه التناقضات التي بين قواتين بلا طعمها وما في منها فائدة غير أنه تأخذ طالما أنه الخطط تعيد عن هذا الاتجاه فالتنظيم سوف يعيش طويلا يعني إذا جاء الإيراني وقوات النظام سيذهب الناس يزيد تجنيدهم في لاعش إذا جاء الأكراد سيزيد تجنيدهم في لاعش وكل السيناريوات الأخرى تصبح نفس الخانة نعم شكرا لك على المداخل عبدالناصر العيد خبير عسكري وستراتيجي كنت معنا من باريس أشكرك فوزي ذاكر أوغلو خبير بالشأن التوري كنت معنا من اسطنبول وأشكر ضيفي من واشنطن جو معاكرون باحث في المركز العربي شكرا لكم جميعا هنا سوريا مستمر بعد هذا الفصل تحضيرات المعارك في برزة والقابون هل تهيئ لتوسعة الحزام الآمن الذي يرسومه النظام في محيط العاصمة؟ اشتركوا في القناة